أعلنوا إلى حضراتكم 123 صوتا من أصل 217 منحت رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي رئاسة مجلس النواب منصب راهنت النهضة كثيرا على فوز زعيمها به نظرا لأهميته في هرم الدولة التونسية وبعد أن وضعت معركة انتخاب رئيس مجلس النواب أوزارها يبدأ العد التنازلي لتعلن الحركة عن مرشحها لرئاسة الوزراء مرشح غيرت النهضة الكثير من خطاباتها بشأنه تماما كما غيرتها بخصوص التحالفات التي قد تقود لتشكيل الحكومة في حديثه إلى الصحفيين مباشرة بعد انتخابه رئيسا للمجلس قال الغنوشي إن المرشح الذي ستقدمه الحركة لرئاسة الوزراء سيكون من النهضة أو من أحد أصدقاء الحركة وأنه لن يخرج عن هذه الدائرة رئيس مجلس الشورى النهضة قال في تصريح لوسائل إعلام تونسية إن حزب قلب تونس قدم تحية للحركة في إشارة لتصويت الحزب على الغنوشي لرئاسة البرلمان وأكد أن ذلك سيأخذ بالاعتبار في المفاوضات الجارية وهو ما قد يزكي بعض التسريبات التي أشارت إليها وسائل إعلام تونسية من أن قلب تونس عقد سفقة سرية مع النهضة يصوت بموجبها على الغنوشي لرئاسة البرلمان في مقابل حصوله على بعض الوزارات في الحكومة المقبلة أمر يكشف بحسب مراقبين تغيرا ممكنا في خريطة التحالفات الهادفة لتشكيل الحكومة فالتحالف مع حزب قلب تونس صاحب المركز الثاني في الانتخابات التشريعية الأخيرة كان من الأمور المستبعدة بسبب ما قالت النهضة إنها شبهات فساد تلاحق بعض قياداته ومهما تكون هوية المرشح فإن الحركة ستكون ملزمة بالإفصاح عن اسمه في مهلة تنتهي يوم الجمعة